اعطيكم سر ثلاث حيات ربانيات ان داومت على قراءتها يعني لو جمعتها هتلقي ستين حزب يختاموه في شهرين كامل ختم ستين حزب ثلاثين يوم وبالثالي اذا داومت على الختميات بتاع القرآن رح يكون عندك اتناشر ختمة كل سنة ويتحققوا فيك القبول والجاه والنصر ويكترززكك باذن الله تعالى وتنزل عليك الهدايا والاكراميات بدون عدد وبدون حدود فنا مكننا له في الارض واتيناه من كل شيء سبب والحيات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احبابنا في قناة اسرار علم الباطن اليوم اعطيكم سر ثلاث ايات ربانيات ان داومت على قراءتها بعد صلاة المغرب لمدة اقلها 11 يوما سيفتح لك الله تعالى باب الرزق ويزيد مالك ويتحسن حالك ويرفع شعنك اما عدد القراءة فيكون 49 مرة يعني بالمختصر المفيدة كلكم كل يوم بعد صلاة المغرب وبعد ما تقرأ الحزب القرآني بتاعك تقرأ العيات المباركات وتكون نية كاما في الشيء اللي في نفسك لان الاعمال بالنيات ولكل مريء ما نوى فانت تشوف النية بتاعتك لماذا تقرأ ولماذا تقرأ فيه الناس اللي بتقرأ لاجل الرزق فيه الناس اللي بتقرأ لاجل الصحة وفيه الناس اللي بتقرأ لاجل الشفاء وفيه الناس اللي بتقرأ لاجل مش كل واحد عند النية اللي خاصة به بإذن الله وانا ادخونه في النيات ولكن اقول انوه واقرأ بإذن الله واللي بيسألني على الحزب بيقولك ما معنى الحزب الحزب هو ان القرآن الكريم في 60 حزب اغلب المؤمنين يخطمون القرآن الكريم كل شهر يقرأ حزب في الصباح وحزب في المساء يعني لو جمعتها هتلاقي 60 حزب بيختاموه في شهرين كامل ختم 60 حزب في 30 يوم وبالثالي اذا داومت على الختميات بتاع القرآن رح يكون عندك 12 ختمة كل سنة ان شاء الله كل شهر تختم ختمة السنة كلها ستكون عندك 12 ختمة للقرآن الكريم وهذا شيء رائع جدا لروحك وطاقتك ونورانيتك ويمكنوا اخذها لآيات الثلاثة انا رح تكرر لكم الآيات الثلاثة بإذن الله ويمكنوا اخذها بعد كل صلاة يعني تصلي وتقرأ الآيات الثلاثة لمن كانت له حاجة عند الله فلينوي تلك الحاجة في عقله انوي النية النية اهم حاجة النية لو مكنش عندك النية في قضاء شيء لم يقضى يعني في واحد يقول ممكن يروح يقرأ آيات من القرآن الكريم وهو لا ينوي شيء بس يقول لك انا بقرأ ولم يقضى غرضي طيب انت انوي غرضك في العقل بثاعك في روحانيتك في الطاقة بتاعتك ويقرأ ان شاء الله تعالى عليه رح يقضى بإذن الله ان الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء فقط يجب علينا معرفة كيف ندعو الله كيف نتقرب إليه لأنها في دعاء في استغاثة استغاثة هي لما تطلب المدد من الله تقول مدد لا إله إلا أنت استغيطون ربكم في استجاب لكم إني ممدكم بألف من الملائكة المردفين استغاثة إنك تكون دحلك ترفع عيونك ترفع كفك ترفع قلبك لله تعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيكون ذلك استغاثة بالله سبحانه وتعالى حالي تقول فيها نزول أمناك ربانية نورا يا علوية تقضي غرضك كان ما كان بإذن الله حتى لو كان الدخول على الملوك يقطع بأمر الله تعالى ويكون لأن الله عز وجل هو الخالق والبارئ والمصور وهو المسير يكون لهذا الكون بإذن الله ما فيش بشر بيسير الكون ما فيش واحد يقول لك أنا ربكم ولا أعلى الله سبحانه وتعالى هو الكبير هو العلي هو العظيم فقلت أهم شيء هو النية عن الشيء الذي أنت تريده وتتابع القراءة بإذن الله لما تكون عندك مثابع القراءة ونية في قضاء حاجة إنوي وتابع القراءة على أقل لمدة سبع أيام ستحس بالنتاج بالتغير الحقيقي يفتح لك بإذن الله باب البركة وباب الرزق وباب التسخير حتى أنك ستتعجب من الأمر وتبهر منه وهذه الآيات التي أعطيكم هي متفرقة من ثلاث سور مباركة إن اجتمعت مع بعضها فالقراءة تعطي ذلك النور الرباني سبحان الله الله سبحانه وتعالى اجعل في كل سورة آية ولو اجتمعت هذه الآيات مع بعضها بتكون عندها ذلك السر رباني التسخيري الذي يفتح باب التسخير يكون باب التسخير في المال والتجارة والعمل ولها طريقة في كيفية العمل بأس أشرحها بإذن الله فمن قرأ الآيات الثلاثة في ماء ورد خذ ماء ورد وقرأ فيها الآيات هذه الثلاثة ثمانية سبعين مرة بعد صلاة الفجر يوم الجمعة لا يكون آخر الشهر العربي أو أول الشهر العربي خذ هذا الماء ضعه في بخاخ رش به المحل التجاري بثاعة لو كانت عندك تجارة أو بيع وشراء فإنه بإذن الله يكون فيه انجداب للزبناء وانتعاش لتجارتك وكتر في ربحك ويتزاحم الناس على شراء بضاعتك حتى تتعجب أنت شخصيا منه وهذا شيء مجرف صحيح ومن كتبا الآيات الثلاثة تكتبها تحملها معك في الجهة اليمنى بتاع الصدر ما تضحاش في السروال بتاعك لأن فيه ناس بتاخد الشيء ويحطه في السروال بتاعه من وراء أو يحطه من قدام ما تحطهاش في الجهة السفلة من الجسم بتاعك خليها دائما في الجهة العليا في الجهة العليا سوف ترى من الطاف الله تعالى شيئا كتيرا ويتحقق فيك القبول والجاه والنصر ويكتب رزقك بإذن الله تعالى وتنزل عليك الهدايا والإكراميات بدون عدد وبدون حدود فلا أقول جرب ولكن أقول إنوي نية الخير وتوكل على الله تعالى وسترى ما يبهرك في أمر في غاية الروعة يجب أن نفهم ما هو ناعيه وهو أن كل آيات وصورة وإسم قرأته على نية شيء معين حتى لو كان صورة الفاتحة لوحدها شايف لو أخذت صورة الفاتحة نحن الفاتحة بنصلي بيها في كل صلاة مفروضة فس لو أخذتها خارج أوقات الصلاة مش حنصلي بيها فقط جلسنا كده وصرنا نقرأ الفاتحة وتكون النية بتاعتك قضاء هذا الغرض فإنه يسر ما عزمت ونويت عليه لا بد أن يقضى هنا أقول فقط إنسان اللي بيذكر الله سبحانه وتعالى يكون عند التواصل النوراني مع الأسماء أو مع الآيات ويكون عنده تلك النواية يجب أن يحتاط من عارضين العارض الأول يظهر للإنسان الذاكر أو الكثير الصلاة إنسان اللي يكون عنده دائما صاحبه الذكر صاحبه السبحة إنسان اللي يكون كثير الصلاة ممكن يتصالط عليه عارض هذا العارض هذا ليس شيطان سيخرج لك عنده قرونه وعنه حمراء ومش عارف لا لا الشيطان هذا ممكن يكون شيطان أو شيطانة يكون من شياطين الإنس حتى ممكن يكون من الأقرباء بتاعك يصير يحبط في عملك ويصير إيه يشرجك بالطاقات السلبية ويثني من عزمك إذا أنت نويت فعل شيء أو تقرب لله بقراءة أو صلاة أو دعاء منهم يصير يحلل ويحرم يقول لك حرام وحلل والدعاء ده حرام ولم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في القرآن كذا كذا يصير خربط لك الدماغ بتاعك هو أصلا مش فاهم حاجة ولكن تلاقي يتكلم في ناس سبحان الله لا تفهمه شيئا ولكن تتكلم أو ربما يغير التاكتيك بتاعه يصير يصخر منك ولكن أنت بتصالي يعني سويت بالصلاة بتاعك سويت بالدعاء بتاعك ويصير يحاول بكل طريقة أن يمنعك من القيام بفائدة صاقه الله إلى سمعك حتى لو إحنا استمعنا مثل لفائدة من قناة أسرار علم الباطن يقول الشيخة بوشاهد يسمعها واحد يقول لك هذا يحاول أن يتني من عزمك هؤلاء اللي يأتي عندك ويعطيك هالوسوسة هذه استعد بالله من وسوسته ومن خبتهم وقلة حيلتهم فضررهم أكثر بكثير من نفعهم هؤلاء الأشخاص سيأتي يسوي لك بلبلة في الدماغ بتاعك ويروح ليس سيخليك هذا مثل الشيطان الخناس أعوذي للموضوع وأقول آية المباركة التي قلت عليها هي الآية الأولى من سورة الكهف آية 84 أعوذ بالله يسمع عليهم من الشيطان الرجيم إن مكنا له في الأرض وآثيناه من كل شيء سبب والآية الثانية من سورة ياسين الآية 33 وآية لهم الأراد الميثث أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه ليأكلون والآية الثالثة من سورة الأعراف الآية 196 إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين هذه الآيات الثلاثة وإن جمعتها مع بعضها تسمى الآيات التسخيرية الربانية فيها قوى نورانية قوية جدا 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 بإذن الله فيها قوى تسخيرية قوية جدا بإذن الله تعالى تابع عليها فقط كما ذكرت سترى ما يسرك ويشرح خاطرك ويشرح بالك أحبابي في الله إذا كانت هناك أي ملاحظات أو طلبات أرجو كتابتها في التعليقات فإني أقرأ بإذن الله تعالى كل التعليقات الخاصة بكم وسأحاول الإجابة عليها حسب توفر الوقت لدي تقبلوا أحبابي فائق المحبة والتقدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته